بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أحبة في الله كما نعلم فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مكرمة دامت 13 سنة وحرف الذي ترتيب الهجاء 13 هو حرف الشين وأول ورون الحرف الشين في القرآن جاء في الآية 7 من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم خطب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إذن فكما ترون فحرف الشين جاء في كلمة غشاوة وهذه الآية ترتيبها من بداية القرآن 14 وهذا يعني أن أول 13 آية في القرآن لم يرد بهن حرف الشين وحرف الشين ترتيب الهجاء 13 أيضا سبحان الله وأول سورة في القرآن يوجد في اسمها حرف الشين هي سورة الشعراء لاحظوا الشين في كلمة الشعراء ورقم سورة الشعراء 26 و26 يساوي 13 زائد 13 وصورة الشعراء ترتيبها حسب تنزل القرآن 47 ولكن ما علاقة حرف الشين بالعدد 47 تابعوا معي العجيب آخر سورة لم يرد بها حرف الشين هي سورة الإخلاص وصورة الإخلاص هي السورة الوحيدة في القرآن التي عدد حروفها 47 حرفا وصورة الإخلاص هي السورة التي استعملت أقل عدد من الحروف الهجائية وهو 13 حرفا سبحان الله أما في الصورة التي رقمها 47 في القرآن وهي سورة محمد فقد تكرر حرف الشين عشر مرات وكما رأينا فحرف الشين ترتيبه 13 و13 هو أيضا عدد سنين تنزل القرآن في مكة المكرمة و10 هو أيضا عدد سنين الدعوة للإسلام في المدينة المنورة في القرآن آيتين تنتهيان بحرف الشين الآية خمسة من سورة القارعة ورقمه سورة القارعة 101 بسم الله الرحمن الرحيم وتكون الجبال كالعهن المنفوش ثم في الآية الأولى من سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش ورقم سورة قريش 106 فإذا قمنا بجمع أرقام السورتين 101 زائد 106 نحص العدد 207 و207 يساوي 9 في 23 و23 هو عدد سنين تنزل القرآن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله الآن إذا بحثنا في القرآن عن الآيات التي تبدأنا بحرف الشين فنجد أربعة آيات لكم الآيات مع الصور التي توجد بهن أول آية الآية 185 من سورة البقرة سورة البقرة رقمها 2 الآية 18 في السورة 3 وهي سورة أهل عمران الآية 121 في السورة 16 وهي سورة النحل وأخيرا الآية 13 في السورة 42 وهي سورة الشورة الآن إذا قمنا بجمع أرقام الصور فعلى ماذا نحصل؟ تابعوا معي إذن إذا قمنا بجمع أرقام الصور الأربعة حيث توجد الآيات التي تبدأنا بحرف الشين فلدينا اثنين زائل ثلاثة زائل ستة عشر زائل ثلاثين وأربعين نحصل العدد ثلاثة وستين وثلاثة وستون هو عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انتهى الوحي عن النزول سبحان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته